السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء الثالث وهو استخراج قيمة الجهد قيمة الطيار وقيمة الباور في Circuit وسنأخذ على سبيل المثال Simple Resistive Circuit هنا عندي أربعة دارات كهربائية المطلوب هو استخراج قيمة الجهد Voltage V وقيمة الطيار الكهربائي في كل من Circuit A و Circuit B Circuit C و Circuit D ففي Circuit A مطلوب مني استخراج قيمة الجهد V A في Circuit B مطلوب مني استخراج قيمة الطيار الكهربائي I-B أما في Circuit الثالث Circuit C مطلوب مني استخراج قيمة الجهد V C في المقاوم وأخيرا في Circuit الأخير مطلوب مني استخراج قيمة الطيار الكهربائي I-D وفي هذه الدوائر الأربعة مطلوب مني كذلك استخراج قيمة الباور Dissipated في كل ريزيستر في ريزيستر الأول الثاني الثالث والرابع نبدأ بال Circuit الأول لاستخراج قيمة الجهد أو قيمة التيار الكهربائي سوف نطبق قانون الأوم وهو أن V تساوي قيمة التيار الكهربائي ضرب قيمة المقاومة في Circuit الأول مطلوب مني قيمة الجهد V A إذن نطبق قانون الأوم وال V A هي تساوي قيمة التيار الكهربائي ضرب قيمة المقاومة قيمة التيار الكهربائي مبينة لي هنا 1 إمبير وقيمة المقاومة هي 8 أوم إذن أقوم بعملية الضرب فيكون الجهد في المقاوم 8 أوم هي 1 ضرب 8 يعني الجهد يساوي 8 فولت في Circuit B مطلوب مني استخراج قيمة التيار الكهربائي I B هنا قيمة التيار الكهربائي تستخرج من قانون الأوم وهي قيمة الجهد على قيمة المقاومة يعني يعني V ضرب 1 على R وبما أنه في هذا السوركوت لم تعطى لي قيمة الريزيستنس مباشرة إنما أعطيت لي قيمة المقلوب وهي 0 2 سيمانس فتكون إذن قيمة الطيار الكهربائي I B قيمة الجهد 50 فولت ضرب قيمة الكوندكتنس اللي هي 0 2 وبالتالي قيمة الطيار الكهربائي تساوي 10 إمبير في السوركوت الثالث مطلوب مني قيمة الجهد V C وطبق قانون الأوم V هي قيمة الطيار وهي 1 إمبير ضرب قيمة المقاومة وهي 20 أوم وأضفنا سالب هنا وننتبه لهذا لأن الطيار الكهربائي هنا يدخل من القطب السالب للجهد V C للمقاوم 20 أوم وبالتالي أضفنا هذا السالب للقانون فتصبح النتيجة V C تساوي سالب 20 فولت بالنسبة للسوركوت الأخير مطلوب مني نفس الشيء قيمة التيار الكهربائي قيمة التيار كما رأيناها هنا هي قيمة الجهد على المقاومة قيمة الجهد هنا هي 50 فولت وقيمة المقاومة هي 25 أوم إذن إذن الـ 25 أوم قيمة الجهد 50 فولت أضفنا هذا السالب لأن الطيار الكهربائي المطلوب يدخل من القطب السالب للجهد في المقاوم بقي بقي لي الآن استخراج الـ Power dissipated الـ Power المستهلكة في كل مقاوم كهربائي ننطلق من القوانين قانون الـ Power كما رأينا هو قيمة الجهد ضرب التيار أو في تربيع على R أو R ضرب I تربيع سوف نطبق الأول أو الثاني أو الثالث حسب ما عندي من متطلبات ومن معطيات بالنسبة للسيركوت الأول قيمة الـ Power dissipated في هذا المقاوم 8 أوم هي V تربيع على R V تربيع هي 8 V ورأيناها هنا على قيمة المقاومة 8 أوم أو هي كذلك I تربيع ضرب R وقيمة الطيار الكهربائي ملاحظ هنا أنها 1 إمبير فالنتيجة تكون بعد عملية الضرب تكون الـ Power هي 8 وات بالنسبة للسيركوت الثاني الـ Power في هذا المقاوم هي V نستعمل هذا القانون V تربيع على R استعملت هذا القانون لماذا؟ لأنه هي V تربيع 1 على R والـ 1 على R هي J وهي أعطيت لي في هذا السيركوت الثاني B تساوي 0 2 سيمانس فكتبتها هذه قيمة J وهذه قيمة الجهد تربيع 50 تربيع فتكون الـ Power Dissipated في هذا المقاوم هي 500 وات بالنسبة للسيركوت الثالث نطبق إما القانون الأول الثاني الثالث كلهم يعطون نفس النتيجة سأطبق على سبيل المثال قيمة الـ Power Dissipated في هذا المقاوم فV تربيع على R الفي قيمتها سالب 20 كتبناها هنا تقسم على قيمة المقاومة بالـ Ohm وهي 20 Ohm أو هي I تربيع ضرب R فتكون النتيجة هي نفسها هي 20 وات وأخيرا قيمة الباور المستهلكة في هذا المقاوم الكهربائي للخيار أطبق القانون الأول الثاني الثالث مثلا لو طبقت القانون الثاني V تربيع على R قيمة V هي 50 فولت قيمة R المقاومة 25 أو هي I تربيع ضرب R I تربيع هي ID قيمتها سالب 2 إمبير مع التربيع سوف تصبح موجب ضرب قيمة المقاومة واتحصل على قيمة power dissipated في هذا المقاوم الكهربائي وقيمته 100 وات ترجمة نانسي قنقر